من المعلوم تماما أن زيارة السوداني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك هو تجاوز حقيقة على رئيس الجمهورية لأن هذه الاجتماعات من صلاحيات رؤساء الجمهوريات وبالتالي يبدو السوداني أقحم نفسه على أمل الاستجداء السياسي للقاء بايدن لكسر العزل المفروض عليه طوال فترة توليه منصب الحكومة التي شارف على عمرها أن يكون عاما كاملا دون أن تقدم له دعوة لزيارة واشنطن فواشنطن هي مصنع القرارات وبالتالي لقاءات نيويورك ليست لقاءات لغرض الاتفاقات إنما الولايات المتحدة هي ترعى الأمم المتحدة وبالتالي رئيس الدولة يمكن أن يلتقي بالوفود جميعا من باب السلام من باب الكلام السطحي تقصد بروتوكول فقط وبالتالي هو بروتوكول فقط لذلك حقيقة سيصور الإطار التنسيقي على نجاح عز الرئيس الجمهورية وذهاب السوداني في كسر العزلة بلقاء بايدن وهذه اللقاءات بروتوكولية لا قيمة لها على وزنهم بدليل أن الوفد العسكري العراقي بقيادة وزير الدفاع مسؤول جهاز الإرهاب جرى استدعاهم إلى واشنطن لمناقشة الأمور العسكرية وبالتالي نتج عنه الانتشار العسكري الأمريكي مؤخرا في شوارع وزقة وتقاطعات وعقد الطرق الرئيسية في بغداد وبعض المحافظات المهمة لكن بالتالي البعض يسأل فقط انتشار أم سيكون هناك نوع من المواجهة المحدودة على أقل تقدير يعني لا يكون هناك الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم على شيء دون أن تكون هناك ضريبة لا يمكن لهذا الانتشار أن يكون مجرد انتشارا هذه القضية ربما تكون لبعض الميليشيات تنتشر في الشوارع ثم تعود وهكذا الولايات المتحدة دولة كبيرة دولة مؤسسات فاتورة هذا الانتشار محسوب اقتصاديا سياسيا عسكريا وبالتالي كل هذه الأمور مخطط لها ليست وليدة اللحظة ربما قبل أشهر أو ربما في بداية تشكيل الحكومة هناك تخطيط كبير وتعلم تماما جنابك الكريم والمشاهد يعلم أن كبريات مؤسسات بحثية تقدم حلونا وتقدم ما على الولايات المتحدة مؤسساتها العسكرية والسياسية أن تعمل قبل ربما نصف عام لذلك هذه الخطة تأتي لها تبعات أخرى ومن تالي لن يكون انتشارا فقط مؤكدا